الهجوم على كنيسة مارمينة في حلوان جنوب القاهرة قبل أيام كانت حلقة الأحدث في مسلسل هجمات تعرضت له كنائس مصرية في الفترة الأخيرة وتصدى السكان في المنطقة معظمهم من المسلمين لمنافذ الهجوم قبل إلقاء القبض عليه على يد قوة الشكر الحدث وقع بعد أيام من تقديم ستة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يعبر عن القلق بشأن الهجمات التي يتعرض لها الأقباط في مصر ويحث الحكومة المصرية على إقرار إصلاحات تشريعية جادة لضمان حصول الأقباط على نفس الفرص كغيرهم من المصريين لكن ثلاثة من لجاني مجلس النواب المصري أعربت عن رفضها لمشروع القرار وقالت إنه يتضمن تفاصيل لا أساس لها من الصحة كما دعت أعضاء الكونغرس إلى تفعيل الحوار بشأن قضايا الأقباط في مصر إصدار قانون دور العبادة الواحد من حق أي حد أن يقدر يعمل أي كنيسة زيزه أي منشأة ده فيما يخص تشريعات القوانين وده قانون صدر بقلوية مرة بقلوية سنة لم يكن هناك مجلس لديه الجرأة لإصدار هذا القانون صدر في عادة عادة المجلس رقم اثنين تعدي قانون الإجراءات الجنعية لمسألة العدالة الناجزة وسرعة التقاضي على الجانب الآخر يقول الناشطون في مجال الدفاع عن الأقباط إن بناء الكنائس لا يزال يواجه بعض المشكلات بالرغم من إصدار قانون ينظم بناء وترميم الكنائس يأتي ذلك وسط تأخر إصدار قانون تنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين لما تقدمت بعض الكنائس بكنائس جديدة فكانوا بيقولوا إنه لسه لاحة تنفيذية ما جاتش وبالتالي رد مجلس الوزراء ورد من البرلمان أنه ما فيش لاحة تنفيذية ده مجرد اللي عايز يرجع بيرجع اليوم مضبطت مناقشة القانون وقتها وبالتالي ده أجل يعني لحد الوقت ما شفناش قرارات واضحة وصريحة من المحافظين بخصوص بناء كنائس جديدة وأثماء زيارة شيخ الأزهر أحمد الطيب للكاتدرائية المرقصية للتهنئة بعيد الميلاد قال البابا توادرز بابا الأسكندرية بطيارك الكرازة المرقصية إن أعمال العنف لا تستهدف فصيلا واحدا وإنما الوطن كلهم التأخر في إصدار التشريعات المنصوص عليها في الدستور المصري ومنها قانون مقافحة التمييز وإنشاء مفاوضية خاصة به ربما كان سببا في اتهامل بعض السلطات المصرية بممارسة نوع من التمييز ضد الأقباط خاصة في ظل وقوع العديد من الهجمات بحقهم اتهام تنفيه الحكومة المصرية التي تؤكد دوما أن الإرهاب لا يفرق بين مسلمين وأقباط دميانا سعد الحرة القاهرة